تم اليوم عقد ورشة عمل بعنوان واقع المرأة في المجتمع وانعكاسه على الأمن وذلك بالشراكة مع اتحاد دجان المرأة للعمل الاجتماعي تم حوارة اللقاء في عدة مواضيع هامة تخص المرأة وتخدم مصلحتها داخل المجتمع بحيث أنه نخدم في هذا اللقاء واقع مرأة يكون لا يوجد فيه تمييز ولا يوجد فيه أي مشاكل بحيث أنه المرأة هي نصف المجتمع معنيين عن طريق هذا اللقاء أنه تكون المرأة قادرة أنها تقوم بواجباتها قادرة أنها تصل للمراحل متقدمة من التمييز والإبداع هذه الورشة هي بتأتي ضمن التنسيق لجان المرأة للعمل الاجتماعي مع أجهزة الأمن وبالذات جهاز الشرطة دائرة الأسرة لخلق وعي لداء المرأة الفلسطينية في أهمية الأمن وتأثرها كمان في الأمن سواء الأمن الشخصي الأمن الأسري الأمن المجتمعي بشكل عام وبالتالي إنعكاسات الأمن على الأسرة وعلى المرأة بشكل خاص شكرا للمشاهدة